اولى محطاتنا في حلقتنا لليوم الاحتمام والعناية بالشعر اصبح مهم جدا لدى تحديدا الشباب نقدر نقول وايضا البنات وارتفاع درجة الحرارة يؤثر حتى بالمخلوق ان كان من موضوع البشرة وحتى الشعر نفسه لكن هذا موضوع جدا مهم اذا بنتكلم عن تساؤلات خاصة لدى الشباب من هو يرغب في زراعة الشعر داخل الكويت او خارج الكويت وين ازرع وشنو هي الطريقة وشنو الاسباب اللي تخلي بعض الشباب يقول لك لا تفكر تزرع لاني زرعت وما طالعت او ما شفت الشعر اللي انا ابيه او الطريقة اللي انا ابيها وهناك جانب اخر يقول زرعت وشفت الشعر بالعكس روح يزرع اليوم ان شاء الله رح نحط النقاط على الحروف مع دكتورتنا داخل الستيديو الدكتورة نور رضا التجلي اختصاصية امراض جلدية وايضا حاصلة على الزمالة الامريكية لامراض وزراعة الشعر الزمالة الامريكية هذه المرة الاولى تصير في الكويت تحديدا مع الدكتورة او شين بارك لتش الله يبارك فيك وبعمرك على هذه الشهادة تحديدا واليوم ان شاء الله رح نستفيد في البرنامج من هذه التساؤلات اللي انا قلتها في البداية انت ما شاء الله عليك ناشطة اعلاميا والسوشال ميديا وايضا في مجالك هذا اكيد لكن اليوم خذينا على قولتهم وسام الشرف للمرة الاولى كنت حاصلة على الزمالة الامريكية وهو لقاء تلفزيوني سهلون حيات الله بداية كلمين عن رحلتك اول شي الشرف لي انا انكم قابلتوني كنت جدا سعيدة لما اتصلوا فيني فريق الاعداد ان حابيني ان انا اكون اول مرة على تلفزيون الراي وفخور ان اشارك تجربتي مو بس ان انا حصلت على الشهادة العلم اللي انا تعلمت عشان اخدم فيه الناس احب شاركها الكل ويمكن هذا بيان من خلال مثل ما قلتانا ناشطة على السوشال ميديا خصوصا لسناب شات والناس شاركتني تجربتي وحسيت ان هي فخورة فيني اكثر مما انا فخورة بنفسي وشكرا لهم وهما اللي يعطوني الدافع ان اكمل خصوصا انها كانت تجربة صعبة وغربة وتعب وشغل سي الحمد لله تمت على خير وحصلنا على الشهادة سؤالك انا قلت بشكل عام لم نتكلم عن هذه الرحلة اللي صارت والغربة اللي صارت طبعا هي السالفة بدت من عقوة ما انا خلصت البورد اللي هي حصلت عليه في سنة 2015 سبتمبر بدأ نشاطة يعني على السوشال ميديا وطبعا نشاطي كطبيب ان خلاصة بحاول اثبت نفسي في عالم الجلدية كنت ادور صراحة خصوصات ثانية ما كنت افكر بالزراعة اللين حطتها في بالي وانا اول مرة يمكن اشكرها على هو دكتورة مريم الشمر اللي حزتها كانت هي رئيسة قسم الجهراء لامراض الجلدية كانت تقول لي نور لش ما تطلعين بالشعر ما عندنا احد بالكويت حطتها في بالي وفعلا رسلت اكثر من مكان ما ردوا علي اللين قالوا لي تابين احد يدلتش يعني على المكان ازاي بكندا ورسلت المكان كان يقولوا لي الدكتور بطل خلاص ما يبي يعني يسكر الأوفيس وما يبي يستقبل الناس كلم جامعة ثانية عن نفس الدكتور واذا تدرون وين موجود بامريكا كان يقولون موجود عندنا كان يقولون أبي قبول الحمد لله تمت وخلال فترة أشهر داومت معاهم الدكتور هو اسمه والتر انجر نقدر نقول نعتبر عالم من أعلام الزراعة في العالم يعني لا أبحاثة ولا كتابة يعني أي حد متخصص بالشعر والزراعة رح يعرف منه هذا الدكتور لأنه حط نقاطة وتعليماته واصول عملية زراعة الشعر وكملت عنا هي بنت الدكتورة روبين انجر والحمد لله توفقت أن أنا أكون أتدرب معاهم وللأمانة أنا أول كويتية يمكن بس قبل في ناس كانت ويد من السعودية يعني من كدول عربية ومشاء الله من دول العالم كلها ويت انجلست وصار دورين وقضيت شديدين خلي المشاهد يتساءل يقول احنا نعرف أنه في زراعة بالكويت في عيادات زراعة نبعا في خنوضح شنو اللي انت نوضح اللي أنا حصلت عليه هو شهادة تخصصية في عمل الزمالة في أمراض الشعر وزراعة الشعر يعني ما بت فلسفة سنة أول واحدة في غيري لا مو هو هذا بعد بالعكس حقك يعني أشوفه تحصيل العلم كجانب علمي خذيته أكثر ما احترامي للباجي أكيد تعبوا على اللي حصلوا بس إنه محد عندها الشهادة الباجي مجرد دورات أو كورسات يعني تتم خلال ورشات عمل خلال يوم يومين وبعدين نصير اجتهدات شخصية منهم بس كعلم وكدراسة وكشغل تقريبا لمدة عشر تشهر يوميا وتعلم على إيد واحد من أفضل الناس وأشتغل معاه وأكون إيدا اليمين بالعملية وشوف شغلي ويبحالاتي أتدرب تحت إيدا وشوف وناقشني بحالاتي ويكتفيني توصيات لا أنا الأولى للأمانة ممتاز نستقل هذه الفرصة وعلى فكرة أنا عرضت في أكاونتي الخاص نعم اللي يبي يسأل اليوم أنا أتشرف في مقابلة الدكتورة فيفضل أن نطلع المشاهد خصوصا في هذا الموضوع بالحصيلة اللي يبيها من التساؤلات لكن قبل تشدي أنا بيسترسل في أس إلتي من فريق الإعداد في ما يسمى بأمراض الشعر نعم شنوه أمراض الشعر أمراض الشعر الشعر حالة حال أي عضو بالجسم القلب الكلة البشرة العين عضو فعال بالجسم وتصيب أمراض نعم أعراض ما نقدر نحصرها بأعراض وحدة نعم يعني إحنا عندنا أمراض معينة وأمراض عامة وأمراض خاصة بشعر عندنا الأمراض المناعية عندنا التهابات عندنا البكتيريا الفطريات عندنا الأمراض العادية عندنا حتى الأمراض النفسية تدخل في شعر الناس اللي تقطع شعرها وقت الاسترس ويعرضون نفسهم علينا وما يعرفون ما يكون عندهم القدرة على أنهم يقولون نحنا نقطع شعرنا في ناس توصلنا وصلوا مرحلة الصلاع بعد ما خلّ الشعر راسي ينتف شعر حواجبة ورموشة يعني في حتى أمراض نفسية تدخل تحت إطار الشعر وقت لغير الالتهابات هذا اللي نشوفها بيوم يعني بشكل يومي بالعيادات الالتهابات البكتيرية الفطريات خصوصاً اللي يتعاملون مع الحيوانات ونتب كرامة هذي الأكثر ناس عرضة وعندنا فيما يسمى الأمراض المناعية مثل الثعلبة والأمراض الثانية واللي بدأ الحين انتشر ممكن الناس ما رح تستوعبها في مرض اسمه الحزاز هذا إحصائيات على مستوى العالم مبلشة زيد ويعني الناس قاعد تشك إنه فيه شيء بالبيئة قاعد يخلي هذا المرض وعندك فيما يسمى بالتساقط الشعر الكربي هو التساقط العادي نتيجة الدايت بعض الأدوان اللي الناس تأخذها الظروف النفسية اختلال في أحد عناصر الجسم المهمة للشعر وبالإضافة إلى الصلع الوراثي الهرموني اللي هو مست نور يعني التسميته غلط بس هو صلع وراثي اللي تقربيا رح يصيبنا كلنا نساء ورجال بس قمنا نشوفها في أمور أبتشرك قبل إحنا كنا نشوف المصالعين بالخمسينات وفوق إحنا حين قمنا نشوف شباب على العشرين وبنات العشرين يعني يشخصون بما يسمى بالصلاع فهم الأبحاث كلها قاعد تدل إنه مو بس الدور الجيني حتى البيئة من أكل من تلوث من من كل ما لقع يأثر على ظهور هذه الأمراض في عمار مبكرة حلو أنا بتكلم عن نقطة الوراثة في ناس يعني هذه همثة سؤالات إنه اللي شخص فيه وراثة الوالد الأهل الجد فيه تساقط يعني أنت بتعرف شكلك بعد خمس سنين عشر سنين نعم شوف والدك بحث كلامك إحنا بعمليات زراعة الشعر من الفحص الأول نقول له وارنا صورة أبوك ووارنا صورة يدك سواء لأمك أو لأبوك أو لوالدك نزيل وإذا كان الوالد ويالجد ما فيه متساقط شعر ويمكن يمكن أهو الجينات اللي صار فيها يعني تضارب وصار عندها صلع الوراة مو شرط أن الوالد أو الجد يكون عنده أو الخوال مثل ما يقولون هي سالفة أكثر من جين واحد يلعب بالدور بس يمكن أنت تكون الطفرة الأولى في العائلة اللي يكون عندك تساقط يعني مو شرط أنه لازم أحد يكون عندك بالعائلة بس إذا فيه أحد دائما نقول له وارنا صورة لأنه راح نعرف لأوين الشعر يوقف مثلنا أخذ صورة تقريبية أنه نعرف لأوين عشان لأوين نحط الشعر لأوين ناخذ المنطقة المانح يكون عندنا صورة تقريبية على شونه راح يكون شكل المريض في المستقبل نعم أنا ودي منك أنت تجاوبين على تساؤلات اللي أكثر شي يتيلك اللي لأنك أنتي ما شاء الله عندك انستجرام أو برايبت لانستجرام السنابشات السنابشات أكثر تفاعلت أكثر بسنابشات السؤال اللي تنزعجين منها وايد التشخيصات اللي يبونها عن طريق السنابشات يعني مرة تقولهم أنتو الهدرجة عايزانين عشان صحتكم يعني في ناس تطرش لي صورها تطرش لي صورة بقعة بيضة بالجلد شي مركز عليها دكتور هل هذا بهك ما مليون شغلة بالجلد تقدر سير بقعة بيضة يعني أنا ما أقدر أشخص مشهورة يعني لهذه الدرجة أنتو تشيز يلكم عندكم مرخيص أنا بالنسبة لي نحن نستقل السوشال ميديا بأننا أنها بسنات وسيلة تشخيص هو موسيلة تشخيص إيهي أنا بالنسبة لي وسيلة ترقيفية نعلم الناس على الأمراض الجلدية شنو البرودكت الحلوة شنو التعليمات اللي نتخذها بس مو وسيلة أن أشخص لو أشخص لش فيه مستشفيات وليش فيه عيادات خاصة حلو يعني أنا حين قاعد أخذ استشارة اللي بقول لك أن ما أحبك وسيلة تشخيص لش لأنه مثل ما قلت لك بقعة بيضة اليوم يأتني مرام مع ابنيتها تقول لي بهق طلع مو بهق لأن دكتور الجلدية عينا إيهي أداة الفحص ومرات للأمانة لما إحنا نتوهق بالتشخيص يصبح عندنا اجتماع الفريق قنادي الدكاترا معاي بالقسم نكون أكثر من دكتور دوي الخبرة اللي يشوفون الحالات أكثر مني نسوي مثل ميتينج ونحط لستثنى ونشخص المريض بس ما تصير السالفة عن طريق صورة لأنه ماكو شي يصير تشخيص عن صورة ممتاز دكتورة نور هذا السؤال اللي الكلة الحين يمكن يركز فيه زرعنا وما طلع شعرنا مثل ما إحنا نبي نعم الأسباب عدة عوامل أول شي عندنا المريض كعامل وثاني شغلة العملية أو الطريقة أو تقنية العملية نفسها المريض الحالة الصحية الأوعية الدموية اللي تغطي المنطقة المانحة يعني اللي بحط فيها شعر لأنه مثل الزر تبتنبت شعر في مكان في صحرة أول شي تسألم شون تبترويه مثلا الناس اللي عندها البلد سبلاي ضعيف أو الأوعية الدموية ضعيفة في أمراض مثلا السكر الضغط وهذيلة أو الحالة الصحية الضعيفة أو مثلا في ناس اللي يكون عندها ندبة وتبي تزرعها أو أماكن آثار حرقة وجروح نقدر نزرع لهم أول شي يعتمد الحالة المكان اللي أنا بغطي والمثل المنطقة اللي راح أروي فيها من الدم هذا رقم واحد ثاني شغلة الإيد العاملة اللي اشتغلت أنا عندي بصيلة شعر مثل النبتة أهم شي فيها الجذر لو طاحت لوراق ما همني لأنه الجذر أو المحفوظ نفس الشي اللي شعره إذا البصيلة محفوظة ما همني الشعر اللي موجود راح يطيح ورح تطلع اللي تنبت لشي ثاني في وايد ناس تكون التقنيين اللي يتعاملون معها أو ديكاتر يكونوا وايد أنيفين على هذه المفروض تتعامل برقة عشان بحافظ عليها بنقلها من مكان لي مكان مثل الزرعة فلازم أحافظ عليها في ناس تكون وايد عدوانية معاها وتموتها عشان شي شعر ما يطلع في وايد ناس مثل حضر زكما سألتني يقولوا رحنا المكان الفلان يوم سوينا ما طلع الشعر أو طلع نصة أقولهم في المنطقة المانحة شون ناخذها كان تذكر طيارة إيران وتركي أول الخط هذا السكار وشوف أكثر الشباب يتشوفهم بالجم مثل ما أخوي يذكر لي إن السكار عريض أو إنه موحلو شكله هذه تقنية سمونها الـ FUT split graft harvesting دكتورة عفوا أنا كلامك على المتمة أنا بيستقل عرض الصورة ورح أرجع على نفس النقطة اللي أنت وصلت لها كل صورة بتعليق تفضلي هذه أول صورة ونبي تعليق والعملية أنا قمت فيها في نيويورك بمساعدة الدكتورة روبين هي من بين يمكن الصورة اللي هناك هي دكتورة روبين تعتبر من أفضل ديكاترة زراعة الشعر بالعالم كنت أجري العمليات تحت شرفها إيه إيد اليمين بالعملية كانت تكون وطبعا تحت تعليماتها مثلا لمن أقلص لمن هذا كانت تتعلق إذا سويت شيزين كانت تقولي كم لي عليه سوى إذا شافت خصوص أن هذه أول مرة أنا أكون فيها عملية زراعة الصورة الثانية هذا يعتبر أفضل زراع شعر في البرازيل دكتور ميرسيليو بيتشون يعني لا تقنية خاصة كان إحنا نسوي ورشات عمل في العيادة كان يونا دكاترة من جميع العالم كل واحد نفيدنا بخبرته يعني أنا مو بس تستفت من الخبرة الأمريكية يوننا ناس من البرازيل ويوننا ناس من مصر ويوننا ناس أيضا من الصين وهذه هذا آخر يوم هذا دكتورة روبين اللي بجنبي وهذا الاسطف اللي كنا نسوي العمليات هذين الناس بأمريكا دكتور تعتبرهم أهلي كنت أداوم معهم كل يوم من 7 الصبح إلى 7 بالليل وفي أيام كنا نطلع عشر بالليل يعني عشر تشهر أنا هذين الأكثر ناس شفتهم في نيويورك هلو زين دكتور الوقاية خيرون من العلاج نعم نري بعض النصاعر الخاصة في الشعر تحديدا للجنسين البنات ويا الشباب شلون أقدر أحافظ على شعري من تساقط أشوف شعري قاعد يطيح شون ممكن أني أنا أقلل إن ما كنت بي أمنع أقلل من هذا التساقط أول شي عملية تساقط الشعر هي أصلا مرحلة من مراحل الشعر الطبيعية يعني كلنا راح نمر في فترة عندنا مرحلة البناء تستمر فترة طويلة يعني تكون سنوات وتختلف من شخص إلى آخر وبعدنا عندنا مرحلة التساقط اللي هي تكون خلال فتر ثلاثة إلى ستة أشهر إذا زادت عن هذه الحد عندك طريقة العناية بالشعر سوالة في العلاجات اللي تتوفر بالصالونات استخدام مادة الكراتين والحرارة الفرد شعر هذه من العوامل اللي تؤثر وللأسف أنا لما أروح الصالون أشوف حتى أمهات لأنه ما لهم خلق يسرحون شعر بناتهم قاع يسوونها حد بنات عمرها ثمن أو خمس سنين أو ست سنين وهذا بداية أنت راح تخلين شعرها تكسر وضيح ثاني شغلة تغذية البروتينات الحديد الأكل الصحي يعني أنا الحمد لله السوشال ميدا تخلى الناس أننا تتجه لأتجاه الصحي للأكل بس في ستل عادات غذائية غير جيدة في المجتمع أعتمد أن الكل يعني يتخلص منها والثاني شغلة عندك طلعت لنا فئة يديدة هي النباتين أو الفيغان اللي هم يبتعدون عن أي مصدر حيواني وهذا هم يؤدي إلى تساقط الشعر يعني دائما يكون الاعتدال في الوجبة وإذا أنا اللحوم عندك الخضروات الفواكه الزنك الناس يتاكل خضرة يروحون حق البقوليات كبروتين أوكي بس البروتين البقولي هل هو نفس الحيواني طبعا لا ما كثير تحتاج أنا والله دكتورة شوفي بيقول لك شي قاعد أسترسل وفتحت موضوع مع أنني أكثر من محور بعدش بالبشرة بس لأنه موضوع تساقط الشعر يهمني أنا شخصيا وأكيد يهم وايد ناس قبل الله هذا خلأ أقول لك بالنسبة للشباب الصلاع الوراثي الاسترس طريقة العناية بالشعر يعني ما تختلف من فصل إلى آخر أو من جنس إلى آخر على حسب نوع شعري فيه لي فروة راسة دهنية يستخدم الأشياء المناسبة الفروة الدهنية والشعرها جاف يستخدم الأشياء المناسبة كثر ما أقدر أكون لطيفة على شعري وعلى حسب نوعها وإذا أنا ما عرف تحدد نوع شعري أيادات الجلدية في كل مكان استشارة بسيطة ما تتعدى خمس إلى عشر دقائق تساعد الشعور اليومي مفيد ولا ضار مفيد ماكو ولا دراسة تثبت في ناس تقول لي الدكتور قال لي لا تغسلين شعري كل يوم ماكو ولا دراسة تثبت أن غسل شعر كل يوم يمكن تضرر بالعكس على حسب نوع الشعر إذا أنا شعري دهن كل يوم يعني نسبة الزيوت أقوم ثاني يوم أحس أنه ويد نسبة دهن أغسل شعري كل يوم لأن الدهون تركها على الراس فيها مادة تسرع من تساقط الشعر فإذا شعري دهن بعد كل يوم من نص رح أغسلها بعد كل يوم من نص إذا شعري جدا جاف وفروة راسي مادة لا أخليها يومين إلى كل ثلاثة يام بالأسبوع ممتاز أبي نصائح نصائح خاصة للحفاظ على الشعر مع ارتفاع درجة الحرارة شنو ممكن أن نستفيد منه خلال هذه الأيام أول شيء ارتفاع الحرارة ما يأثر على تساقط الشعر شعر المساكنين اللي بأفريق وإحنا ما عندهم صلاح ولا الإجماخ ولا الإجماخ يعني أنا حتى ناس لما تزرع تقول لي مثلا الدكتور اللي فلاني قال لي شهر لا تغطي راسك إحنا من يوم كنت في أمريكا ثاني يوم نقول له غط راسك بس أول يوم إحنا كنا نلف بباندج عشان لا تتحرك إلى هذا من ثاني يوم تبتلبس كاب المتحجبة اللي كانوا يونا من دول عربية وإسلامية كنا نحجبهم أو مثلا في مشاهير غايت كانوا يونا بالعياد يعني أعجز وقل لك مشاهير اللي كانوا يونا يبيروحون إجازة ويبيروحون أحد طايح عليهم مننا مزارعين نلبسون كاب يبيروحون سكارف هذا جدا طبيعي يعني كلش ما يؤثر حتى الأحجاب لا يؤثر على تصرف وزراحة شعر عيب دكتورة مو عيب شوف أنا اكتشفت شغلة هل يكبر تجميل؟ هو تجميلي بس أنا اكتشفت شغلة شوف يعني أنا أخذيتها من البنات عادي تقول لك مسوي أي عملية تجميل في جسمها البنات ممكن حساس وعادي تقول لك غزيت وسويت بس لما نيحق شعر ما تقول حتى الرئي الشباب يعني ما در ليش يتحسسون من الشعر شوية نادر ما ليفصحون على عملية زراعة الشعر ممكن نزيل أنا بنتكلم عن شيء سويته في رمضان اللي طاف وسوى ضجة ولوية وإحنا عندنا بعض الصور من الكنترول اللي يبون يعرضونها دكتورة نور سويت قرقيعان وعلنت عندها بععدد كبير من اللي قاعد يتابعونها بالسناب شات قالت بوزع قرقيعان قرقيعان خيال غريب عجيب القرقيعان هذا تسكر الشارع بعد يقولوني أنا سكرت الشارع شويته وشنو الفكرة اللي سويتها وهنا سويت حوادث بعد الله يحفظ الجميع هذا الفكرة بديتها العام أنا بيتنا نحتحول إلى صيدلية شركات الأدوية تعرض لي منتجات المعروف بالقرقيعان فيه قرص حقيلي لا أنا قرقيعان كان شامبوهات وبيض الصعو شامبوهات وكريمات عناية بالبشرة وحمايات ومكياج طبي يعني المشاهد اللي حضروا القرقيعان يعرفون شنو حصلوا أنا بيتنا عبارة عن صيدلية بيتنا صاير أنا لو أفتح صيدلية في بيتنا من المنتجات اللي موجودة ممكن أربح من أكثر من أي صيدلية بس يعني أنا أستخدمها عشان أنا أجربها وأفيد المتابعين اللي معاي فأنا أمي كل يوم نتهاوش تقول لي عفستي بيتي بيتي صار صيدلية ما عندي مكان أحط لغراض قلت له خلاص إيها قاعد جاهز القرقيعان شاكلها أنا بعد ما أسوي قرقيعان شاكلها أنا بتيبين حلو قلت له لا رح أسوي قرقيعان كريمات اللي أنتي مضايقتك وعرضت بالسناب لأمانة ما توقعت أحد بي السنة اللي فاتت يوني بحدود الميتين شخص هالسنة أعلنت أنا كنتوني ردة من أمريكا أنا رديت ليلة رمضان حلو خلال ثلاث أربعة يام دقيت على الشركات قلت لهم بسوي يعني العادة ما بقطعه وأبي قرقيعان وفعلا بيتنا صار ورشة عمل تقريبا الشركات يوموا لي بما يعدل خمسة آلاف قطعة رح تشريت لتشاس وسوينا بالليل مثل ورشة أنا وأهلي تشيلي فير سهرانين ووزعنا تقريبا بما يعادل خمسة آلاف قطعة وكانوا يضحكون عليه يقولولي ما أحد رحي على أساس بقد سمهم على يومين ثاني وثالث يوم القرقيعان خلال ساعتين خلص طول خمسة آلاف قطعة طبعا الكل يبي حافظ حتى شباب يوم ودكتور على قولت تشعبتها فري وقرقيعان بطريقة حلوة وحلو وستانسوا وهم شي أنا يهمني أن الناس تستانس أنا أحب المناسبة أواء للناس اللي راح تقرقي حياكم الله تنورون عد سناليين أو يعني شيء كبير كثيرين من الشامبوز عد بلسا دكتور نتكلم الحين عن موضوع الحل في الكويت هذا اللي إحنا نبي نعم يعني وائد ناس يبقون يزرعون الشعر يروحون تركيا يروحون إيران يروحون دول ثانية بس هذه الأشهر كلنا نقول على اللي عندنا ما شفنا عيادة تبرد لتشبد بالكويت بزراعة الشعر لأنه قلت لك نفتقد الاختصاصية بالكويت الكويت كل ما اللي بيشتغل كل شي توني قاع سولف مع لأسات إذا وإحنا ناضرين يبشتغل ليزر يبشتغل تجميل يبشتغل شعر يبشتغل أطفال ما يصير لازم ترسلك على حل حلو لما الواحد يختص بشي أنا الدكتور اللي ادربت معنا شفتوا صورها سبع تائل سنة ما تشوف إلا أمراض شعر وزراعة تسألها عن شامة ما تعرفت جاوبك بس تشوف شعر بالشعر تغرد هذا الحلو الاختصاصية فريق متكامل فريق تعتمد عليه الواحد ما يقول لنا ما فيه وفيه ناس انجحت معهم العمليات بس هم فيه نسبة للحين فكرتك فيه مبادرة منك أنه أنت ممكن تسوين شي حكومي بعد هذا اللي أنا ناوي إن شاء الله بمساعدة جهود دكتورة فاطمة خواجل هي رئيسة قسم الجلدية في مستشوى العدان اقترحت عليه أن أقوم ما أرجع إن شاء الله من أمريكا إن أنا ودي أفتح عيادة تخصصية لأن عندنا عيادة تخصصية لأمراض المناعية لأمراض الحساسية للصدفية لش ما سويت تخصصية لأمراض الشعر المستعصية ويد عندنا حالات قاعدة الثعلبة الكاملة والأمراض المناعية هذه بالكويت تكتر شي قاعدة نشوف نشوفها نشوفها شي يومي نشوفها شي يومي بس يعني في حالات يقدر الطبيب العادي يعالجها بس عندنا الحالات المتفشية اللي تاخذ اسم اللي عليك الحواجب والجسم واللحية يعني وتكون جدا مؤثرة خصوصا بالنسبة للبنات حتى للشباب والله يعني ودي نسوي يعني خصوصا الأبحاث عليها قاعدة زيد فلما تكون دكتور يتابعها من الأي توزيل النهاية تحت دكتور واحد ما توزع الكل يوم يديش على الدكتور رح تكون النتائج دايما أفضل وخطة علاجية ومع التصوير ومع أخذ عينة للشعر يعني هذا توقع رح يساعد أن المريض يفهم ويدري في ناس تهتم المرضى ورح تساعد على عطاءنا تيجي أفضل متى ترى النور ولا على ورق خلاص شنو هو لا نطرين الصيف إن شاء الله احنا على شهر 9 بعد نرد الحركة بس ترجع دكتور وفاطمة إن شاء الله من الإجازة يقدر يتابعها أيضا عن طريق السوشال ميديا هي قاعدة تقدم استشارات خاصة استشارة خفيفة عامة ما عندش بتخصص لأن العيادة موجودة في مستشفى العدان أكيد أكيد ومو بس بالنسبة لي أنا يمكن أحب القطاع الحكم ويؤدرنا القطاع ويدرون متابعني دايما أشجع الناس ما كون مثل الكويتين روحوا العيادة كل محافظة فيها مركز جلدية متخصص يشوف أبناء المحافظة ومن أروع الكفاءات أنا يمكن لسناب شات أعطى الناس تشوف تجربتي بحكم أن أنا تطورت مع سوشال في ناس طلعت قبل سنين وما شاء الله عندها من العلم والكفاءة ما يعادلني والخبرة صراحة وأكثر مني فروحوا أعطوا نفسكم فرصة ممتاز يعطيك العافية شكرا على حضورك اليوم رح نسكمل ويا بعض حلقتنا من خلال برنامج مسائي أنا قلت الدي باجة في البداية أتوقع المواضيع عندكم لكن على قولتهم رح نأخذ الأسئلة ورح نتعمق أكثر من ضيوفنا ثاني ضيوفنا في حلقتنا اليوم لكن بعد الفاصل